السلام عليكم أثناء السيكشوال انتركورس بتدخل الحيوانات المنوية للمهبل وتبدأ رحلتها ولو الأنسة في الوقت ده في مرحلة تبويض فهيتغير سمك المخاطل الموجود في عنق الرحم علشان يسهل عملية مرور الحيوانات المنوية من المهبل وعنق الرحم لداخل الرحم وممكن الجهاز المناعي في الأنسة يتعرف على الحيوانات المنوية على أنها أجسام غريبة ويبدأ يهاجم أعداد كبيرة منها لكن بيكون فيه زي حركة ضخة أو دفع داخل الرحم بتساعد على دفع الحيوانات المنوية نحية البويضة بالأضافة أن بيكون فيه حاجة اسمها السلية أو الأهداب ودي بتزود من حركة وسرعة الحيوانات المنوية والحد ما توصل للبويضة وبتبدأ البويضة أنها تفرز إنزيمات معينة علشان تساعد الحيوان المنوي أنه ينجزب نحيتها وطبعا الحيوان المنوي الأقوى والأسرع هو اللي بيوصل الأول للبويضة وبيندمج بيها وبعدها بترفض البويضة أي حيوانات منوية تانية وبعدها بتنتقل البويضة المخصبة من قناة فلوب لداخل الرحم وخلال 12 يوم بتمر البويضة بمرحلة الإنغراس أو التسبيت أول ما بتبدأ البويضة تلمس سطح بطانة الرحم بتبدأ الخلايا الخارجية لها إنها تتغير وتندمج مع بعضها وده بيحفزها ويديها القوة علشان تنغرس داخل بطانة الرحم وبتبدأ البويضة بإفراز هيرمون مهم جدا اسمه الـHCG الهيرمون ده هو اللي بيوقف الدورة الشهرية وتقريبا بينظم هيرمونات الحمل كلها وهيرمون الـHCG هو اللي بنتعرف عليه في اختبارات الحمل لأنه بيكون موجود في البول وفي الدم وفي الإسبوع الثاني بتبدأ تظهر مجموعة من الأنسجة على بطانة الرحم وبيتكون فيها زي نظام فراغات أو خطوط وبتبدأ بطانة الرحم إنها تمد الخطوط دي بتدمه بالأوعية الدموية والحد ما تكون لنا النسيج الأول من المشيمة ومع الوقت بيتطور نمو المشيمة وبتكون متصلة بالطفل عن طريق الحبل السري والحبل السري ده هو اللي بيوصل العناصر الغذائية والأكسجين من المشيمة للطفل وبينقل الفضلات من الطفل للمشيمة والمشيمة لها فوايد كتير جدا منها إنها بتمتصل عناصر الغذائية والأكسجين من دم الأم وتوصلها للطفل وكمان بتعمل كحاجز لتصفية السموم والأدوية اللي ممكن توصل للطفل عن طريق الأم وبتنظم درجة حرارة الطفل وده بيضمله بيئة مستقرة ولما معاد الحمل بيقرب بتنتج المشيمة مستويات عالية من الهرمونات زي هرمون البروستاجلندين الهرمون ده بيهيئ عنق الرحم ويخليه يبدأ يتسع استعدادا للولادة ولما بتبدأ أول مراحل للولادة وتنزل الشوء أو الإفرازات من مهبة للأم المشيمة بتحتفظ بأكبر قدر ممكن من الأكسجين والعناصر الغذائية علشان تضمن حصول الطفل عليها أثناء الولادة وده بغض النظر عن درجة الأنميا وعن حالة الأم الصحية لأن المهمة عند المشيمة هو الطفل وليس الأم وبعد ولادة الطفل بنقطع الحبل السر اللي بيوصل الطفل بالمشيمة وبعد نص ساعة من ولادة الطفل بتنفصل المشيمة عن جدار الرحم وبتنزل عن طريق المهبل واللي بيساعدها على كده هي الانقباضات اللي بتكون لسه موجودة داخل الرحم اشتركوا في القناة